مشاهدين اهلا بكم مرة تانية وفقرة من فقراتنا في نهارك سعيد وزي ما كان فيه فقرات خفيفة ونتكلم فيها عن الأدب وفقرة فنية يكون معنا فقرة تهم ناس كثيرة جدا ومشكلة مزمنة دلوقتي في مصر وهي مشكلة أنابيبي البوتجاز ما احناش عارفين المشكلة فين بالزبط الليه دايما فيه أزمة فيها وليه دايما فيه سقسودة وليه مش عارفين نهلاها كأن او احنا اول دولة في العالم يبقى عندها مشكلة أنابيبي البوتجاز او مشكلة الطاقة مش عارفين دايما نوزع الحكاية بشكل عادل هيكون معنا أستاذ محمود العسقلاني رئيس مواطنون ضد الغلاق هنتكلم معاه بالتفصيل في الأزمة يمكن نقدر نوصل لحاجة جديدة فيها سبعة خير فل سبعة الفل الأزمة ايه أسبابها المعضلة اللي احنا مش عارفين نحلها اولا لشك ان أسباب الأزمة دي من ست سبع سنين على قرار لتقدير احنا بنتبع أزمة البوتجاز دي منذ انشاء جمعية مواطنون ضد الغلاق في حدود خمس سنين قربنا على خمس سنين في نفس التوقيت بيحصل نفس الأزمة لأنه طبعا بيبقى في زيادة على الأنبوب البوتجاز في التوقيت ده نتيجة لأنه في برد وفي تدفئة وإحتياج الناس إلى الحرارة في ظل البرودة اثنين احنا بنبقى خارجين دايما من عيد الأطحى المبارك بيبقى في استهلاك للغاز للبوتجاز بيسحب كمية كبيرة جدا من الشرق قبل ما تتخطى بقى دي نقطة تانية الأولى بس يعني بالبوتجاز بتستخدم في التدفئة ازاي؟ يعني ما انت بتعمل عليها أكل بتعمل عليها لا يعني بتبقى في برودة البرودة دي انت في الحر مبتحتاجش حرارة كتير جدا نسبة استهلاك الطاقة نسبة استهلاك الطاقة لكن خلينا اقولك انه الأزمة دي متكررة نتيجة ان احنا ما بنستفتش من الحكاية يفترض ان انا في اول سنة حصلت عندي أزمة السنة اللي جاية اتوقع انها تحصل وابدأ اخطط عندنا المفروض حاجة اسمها كان وزارة التخطيط وزارة التخطيط المفروض تحط في دماغها او تحط في عقلية الناس اللي بيخططوا للبلد انه احنا محتاجين السنة اللي جاية محصلش عندنا المشكلة الغريبة بس زي ما حدك بتقول انه الأزمة متكررة ونحن لا نتعلم من أخطأنا طيب هي المشكلة فين يعني ليه بيحصل كده كل سنة وليه فيه سوق سودة ليه ما يبقاش فيه نظام مظبوط يعني الدول برة بتعمل ايه طيب انت بحتاج ايه من مفاتش تموين مرتبة وستمائة جنيه يعني اذا انت حبيت تتكلم عنه خلا نتكلم بصراحة وبرضو احنا مش عايزين نعكنا على الناس لان فيه كلام اجابة عمل برضو عايزين نقوله لان انا من اسبوعين كنت مخنوق من كرفاطة في الدكتور جودة عبدالخالق فجأة لقيته الراجل فك الكرفاطة وعجبني جدا الكلام فان دي ما هو جميل بس انصف خلينا اكمل لك يعني برضو احنا عايزين نتكلم على حل جازج عايزين مشارج عايز اقول لك حلول لانه واضح جدا ان احنا ممكن نوصل لحل لانه العقلية اللي بتدير الحكاية يبدو انها بتتغير مش عقلية الوزير فقط ولكن عقلية الناس التابعين بالوزير وزير التموين ما انا هقول لك احنا انا من اسبوعين او من مع بداية الازمة قلت في كذا لقاء تلفزيون يا جماعة انا اتخنقت جدا من كرفاطة ترابطة العنق الخاصة بدكتور جودة فجأة ليت الراجل فكر كرفاطة وبدأ ينزل كاجول وينزل يبص على المستودعات ينزل يشوف الحكاية الازمة دي سببها الرئيسي ان ما فيش رقابة طب انت ممكن تقول ان فيه اجهزة رقابة داخل وزير التموين لكن لا تعمل لانه كله بيرفع تقارير الى الوزير او من تحت الى المستوى الاعلى الى الاعلى الى الوزير كل شيء تمام يبقى فيه قتيل مات من قيمة اسبوعين كان فيه واحد مات نتيجة لان فيه مشاجرة حصلت قدام مستودع متجاز مات مات واحد اتقتل ويجي وكيل وزارة اقول لك لا مفيش حاجة مفيش مشكلة يعني النظام السابق طول عمره كل شيء تمام اه 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 اقول لك انه لما تقال الكلام ده انا قلت يا جماعة ما ينفعش ان يبقى عندك واحد ميت قدام مستودع متجاز وتقول لي كل شيء تمام لا مش تمام احنا حطين قال كده بل بن ناصر وكيل وزارة تموين قال ان احنا حطين خمس مفاتشين تموين خمس مفاتشين تموين انت حطتهم كل واحد مرتب وستمائة جنيه مستحيل مستحيل يبقى منضبط تمام وهو بياخد ستمائة جنيه وهو بيلعب في ملايين اسمح لي بس استاذ محمود هي العملية برضو مش عملية فوسة يعني ايها الفلوس المرتب مقارنة انا عز اقول لك مش كل مفاتش تموين وحشين يعني لكن فيه ناس غزب عندنا احنا بنتكلم احنا بنتكلم على انه فيه حصل قتل وضرب نار واستخدام عنفة فطبعا ده ولا اي موظف هيقدر يقف وشه احنا بنتكلم هل دلوقتي غياب الامن في الشرع المصري او الانفلات اللي احنا مش عارفين هو بيجي بالصدفة ولا بيحصل ازاي هل ده جزء من الازمة والمشكلة طبعا يا سيد الفاضل احنا الدولة المصرية على وشك الانهيار ما لم يكن هناك عودة سريعة جدا للامن لازم لابد ان يعود الامن للشارع باي شكل من الاشكال وتفعيل القانون وتفعيل القانون يعني اي اي حد دلوقتي كان يقولك احنا لو جينا نعمل حالة قامع لمظاهرة ولا مش عاد فيه لا اعمل للقانون القانون بيقول انه لو في واحد اعتدى على منشأة او اعتدى على حاجة انت تتحرك قانون العقوبات مليان والله يا فندم هو ده ما وجود على فكرة بس لا يطبق وهو بيطبق يعني ما تعرفش هو بيتطبق امتى وبيتطبق في وقات غريبة سبنا من ده خلينا نبعد عن ده عشان ده ايه مش ممكن ما يوصلناش اه لحاجة دلوقتي لكن هل بما ان احنا اه في وضع استثنائي جدا والمجلس العسكري هو السلطة الحاكمة حتى الان في البلاد هل مطلوب تدخل من الجيش تدخل مؤثر هل مطلوب انه ممكن يبقى فيه نظام جديد هل مطلوب تدخل بالقوة الجبرية المطلوب ايه يعني هل الجيش له دور ممكن يبقى مؤثر في الحكاية دي دلوقتي ولا شك طبعا انت يعني خلينا نكلم بصراحة احنا عندنا مصيبة هي انه لا الجيش عارف يشتغل ولا الحكومة عايزة تشتغل عارفة تشتغل لانه فيه معارضة غير طبيعية جدا للجيش وللحكومة يعني انا شلت الحكومة وشلت البتاع ده المجلس الوزراء الان يا جماعة طب مين اللي يدير الدولة يقولك ييجي مجلس رئاسي طب لما ييجي مجلس رئاسي المجلس الرئاسي ده ام تلا إله إلا الله حتختلف عليه الإخوان اختلفوا على المجلس الشارئ اللي مفروضه النهاردة هينعقد ما فيش حد عايز اتفق على حاجة وبالتالي انت في ظروف ماينفحش أبدا ان الجيش يروح ورئيس الوزراء اللي جيج ده يروح والدنيا طب مين الدين الدولة لا خصوصا انه فيه بوادر خلاف ابتدت تلوح ما بين الإخوان والمجلس العسكري اللي بسعب تصريحات لدكتور أحمد أبو بركة وكال فيها كلام انا ماينفحش اقوله لكن فيه احمد أبو بركة ده احمد عز جديد خلي بالك يعني ده احمد عز ده خلينا 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 لانه شخص ان الموضوع لا 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 وله 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 حق الرد التم لكن انا انا خلينا نتكلم صراحة مش بعيد عن الموضوع انا بكلم بامانة شديدة انا على استعداد لتقبل كل الطائرات السياسية الموجودة في البلد بس في اطار محاصصة انه ما لا نعيد بالضبط انه بشرط عدم عشان تقدم تحل هزمة المتجاز دي بالضبط انه ما يقاش فيه اقصاء لانه فيه تصريح مصير جدا للمرشد السابق الاخوان المسلمين انه اللي مش عاجبوا الاخوان المسلمين يسيب البلد فطبعا ده ده مش منطق يخلينا نحل اي مشكلة صغيرة مش نحل مشكلة انابيب البوتاجاز طيب خلينا نرجع لمشكلتنا بقى الرئيسية نبعد عن المشاكل الكبيرة اللي مؤثرة احنا دلوقتي في الناس اللي عندها مشاكل مية وصرف صحي وانبيب بوتاجاز هل التجار اصحاب المستودعات والمخازن ليهم دور في الازمة طبعا انا عايز اقولك انه في مغزن او مستودع من المستودعات قبل ايام اه شافوه يعني اللوحز بيبيع بعشرين جنيه البوت المتجاز يعني بزيادة خمساشر جنيه عن السعر اللي افترض بيتباع بيها هي باربعة جنيه باحها بستاشر جنيه زيادة سببه ايه سببه ان ما كانش فيه رقمه مع انه انا انا فاهم انه هي تمانها اساسا اربعة جنيه لأ تمانها يعني تمانها تكلفتها الحقيقية الحكومة بتوصل لحوالي خمسين جنيه تقريبا مدعومة بس انت تتعامل مع دعم بيتم تسريبه دقيق بيتم تسريبه كل حاجة بيتم تسريبها في ظل عدم الدولة لما تلبس لقية لخفة متقدرش تدير هاجه هل ده هل ده ممكن يعتبر في الظروف اللي احنا فيها دي وفي اقتار الثورة وظروف ده يعتبر يدخل من ضمن جرائم الحرب مثلا ولا تعتبر ايه استغل حاجة الناس انا في تصوري انه اي حد يفكر انه يعبس في اقوات الناس يعني كان فيه كلام انه حيطبق قرار الحاكم العسكري قبل شهور شهرين شهرين طريبا طلع بيان من مجلس العسكري انهم حيطبقوا قرار الحاكم العسكري على المتلعبين باقوات الناس واللي يلعبوا في السوق انا اتصور ان ده كان يبقى كافي جدا لكن غد دلوقتي محدش فعل الحكاية طبعا عدم التفعيل ده خلينا برضو نتكلم صراحة خلي بالك اي مشكلة هتتكلم عنها دلوقتي سببها الرئيسي العنصر الرئيسي فيها عدم استقرار دولة المصرية وعدم وجودها وعدم تفعيل القانون بانه يا فرعوني صفرع احنا بننقل كنا اللحمة بننقل اللحمة من اسوان من ابو سنبل للقاهرة بسعر يعني رخيص جدا فجأة الراجل اللي بنقل لنا زود المبلغ لانه قالك انا بتحمل امن تكلفة امن علي بأمن الحاجة بتاعتي عشان اوصلها لك فزود الدبل عمل عمل السعر دبل لانه الامن ده هو اهم السلع رقم واحد في اي اقتصاد في الدنيا ما لم يوجد هذا الامن انا تصور احنا بنلعب بنلف حوالين بعض وبنقول كلام كده في النهاية مش هيحقق اي نتيجة يعني وصلنا في الاخر لانه هي المشكلة في تطبيق القانون لا لا المشكلة الان انه القليل من السياسة مع كثير من الثورة انا ما عنديش ازمة لابد من انسحاب كل الناس دلوقتي مش شارع واعطاء فرصة للمجلس العسكري واعطاء فرصة للحكومة حكومة الدكتور جنزود ده راجل عاقل عامل يقول راجل كبير في السن وانا محتاج واحد هيلعب كمال اجسام ولا يلعب بصرعة انا محتاج واحد يفكر ازاي يحركني خطوتين تلاتة لقدام والله واقسم بالله احنا رايحين في ستين ده يا وربنا بس لا بعد الشر بس بردو اسمح لي يا سيد محمود يعني بردو هو يعني بردو الشباب الثورة بنتكلم على الثورة احنا بنتكلم بردو على رئيس وزراء كان في عهد المبارك ده الرأي الاخر انا مش بقول ان انا مع او ضد يا سيد الفاضل يا سيد الفاضل حضرتك كنت موزيع في فترة الرئيس مبارك وانا كنت مواطن مصري بدي عيال دروس خصوصية وبدفع رشوة في الكهرباء وبدفع رشوة مش عارف فين وبعمل كل المبيقات في فترة حسن مبارك اوكي كلنا يا سيد الفاضل من النظام السابق انا يا سيد الفاضل المراطي كانت حوضوا في الحزب الوطني بنفلول النظام ارميها في الشارع اطلقها عشان الاسور يستريحوا انا انا ما اختلفش انا ابني لو عايزي بأخوان مسلمين اهلا بيه عايزي بأحزب وطني اهلا بيه انما ينفع ان واحد اختلف مع حسن مبارك وظل في الاقامة الجبرية الدكتور جنزوري وبهدله في فترة وجوده ولم ييجي دلوقتي يقول له لا ده انت كنت تعينت في فترة حسن مبارك كل الناس تعينت في فترة حسن مبارك وبالتالي يعني هل ينفع ان انا يا راجل ده المواند سبراين محلب رئيس شركة المولين العرب كانت شركته خسرة خمسة مليار جنيه حوالها لشركة ربحارة مليار ونص اللي يعمل الكلام ده اقول له انتا بفلوله النظام انا لو فلوله النظام حيعملولي الكلام ده ويعاومولي الشركة كانت خسرة اضربلهم تعزيم سلام. استاذ محمود هي المشكلة مش قضية ماينفعش. لا لا خلينا خلينا اوضح لك بصراحة خلينا اوضح لك بصراحة تجربة جنوب افريقيا. تجربة جنوب افريقيا. فانها تعيد كل الناس الى حظيرة الدولة. مرة تانية انا هتصور انها كانت هيلة جدا لو احنا قدرنا نعملها فترة. نتمنى احنا نتمنى في الاخر الخير لبلدنا وما ما انتمنى اي اقصاء من اي فصيل لاخر احنا المطلوب مننا كلنا نقعد مع بعض ان اتفق عشان ده مستقبل بلدنا. والمشكلة بتاعت انابيل البتجاز دي مش عند حد واحد. دي عندنا كلنا. ده وجع في قلب المصريين. استاذ محمود الاسخلاني رئيس جماعيات ماطنون ضد الغلاء نورتنا ونتمنى تتحلل. مشاهدينا دي كانت نهاية فقرتنا. خلونا نسيبكو مع تقرير نهدى شوية بعد الضغط اللي في المشاكل اللي عندنا. فوصل الاهداث المصريية. الحالية كان برضو للبهجة نصيب من خلال مهرجان الالوان اللي اقيم في احدى القرى السياحية. كاملا نهارك سعيد رصدت المسابقات اللي فيها والفنانين المشاركين في مهرجان الالوان. خلونا نروح للتقرير ونرجع لاخر فقراتنا بعد الفاصل. تابعوا.